في ليلة عاصفة مظلمة وقفت دار وحيدة على حفة الغابة بدت مهجورة ومنسية محاطة بالظلال لكن الدار كانت تحتفظ بأسرارها تنتظر من يملك الجرأة أو الحماقة لدخولها مع عواء الرياح صدر صوت صرير من الباب وهو ينفتح كأنه يدعوهم للدخول تردد الصدى عبر الصند مجذباً إياهم للأمام كما لو كان يتحداهم أن يخطو إلى الداخل في الداخل كان الغبار وشبكات العنكبوت تغطي كل شيء وكانت رائحة خافتة من العفن تملأ المكان كانت الدار مجمدة في الزمن وكأنها تنتظر شيئاً أو شخصاً في ضوء خافت لاحظوا مرآة كبيرة متشققة على الجدار كانت مغطاة بالبطع والهدوش ومع ذلك بدت وكأنها تراقبه كان هناك ظل يتحرك في داخلها شيء غير طبيعي يختبئ خلف انعكاسهم همس خافت تردد عبر هلها ينادي باسمهم بلطف مراراً وتكراراً كان قريباً ولكنه بعيد مناء مما أثار قشعريرة في أوصالهم خطوات أقدام ترددت من الطابق العلبي بطيئة في البداية ثم أسرع وأقرب مع كل خطوة لكن لم يكن هناك أحد ثم صمت توقفت الهمسات والخطوات وساد هدوء مريب من حولهم كثيف وخانق من الظلال برزت شخصية كان وجهها مخفياً وعيناها مثبتتان عليهم تطالباً وقت بدأ من يكتب لحظة معلقة في الخلف بنظرة أخيرة يائسة ركضوا خارجاً في ظلام الليل تاركين الدار وأسرار الخلفة ولكن بينما كان يهربون شعر بعيون تراقبهم ما زالت تنتظر الروح التالية التي ستتعثر داخل قبضتها